تأتي الذكرى الثلاثون لإعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بينما يعاني اليمنيون من آثار انهيار الدولة وتفككها وتسلط الميليشيات على أجزاء واسعة من البلاد فيما بات مصير الوحدة ذاتها معلقا على ما ستسفر عنه المعارك المنتشرة على طول البلاد وعرضها سبيدي رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقال الجنوبي القائد العام للقوة منذ عقود لم تعرف اليمن حالة مثالية على المستوى السياسي فحالة التشطير على الأرض التي تزامنت مع التسيد الاستبداد في الشمال والاستعمار في الجنوب أنجبت نظامين سياسيين متنافرين فرضت عليهما الوحدة بقوة الوجدان الشعبي بعد أن كانا وتحت شعار الوحدة نفسها قد خضا حروبا لم تندم الآثارها حتى اليوم لم تفلح حتى اتفاقية الوحدة وما تلاها من حراك سياسي في تجنيب خيار الحرب لحل الأزمات السياسية الناشئة من صراع الإخوة الأعداء فكانت حرب صيف 94 التي قضت على التشطير المادي وفتحت الباب واسعا لخلق التشطير أعمق على جدار النسيج الاجتماعي اليمني تحولت الوحدة من هدف منجز إلى شماعة لتعليق الأخطاء وأسباب الفشل وصارت تنكر لها وإنكارها شعارا جديدا يصوره مستثمره كحل سحري لمعالجة ما وصلت إليه البلاد من حالة مزرية على مختلف المستويات في الذكرى الثلاثين للوحدة اليمنية تبدو اللحظة اليمنية مدفوعة بطموحات مجموعتين انفصاليتين ميليشي الحوث المدعومة من إيران في صنعاء وميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات في عدن ليصبح المشهد اليمني وكأنه عائد إلى ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر بات شبح التمزيق يهدد البلاد ويخلق كل يوم جروحا وألاما جديدة خاصة وقد تحولت مطالب الانفصال إلى قوة حاكمة على أجزاء من الأرض في الجنوب بقيادة تجمعها انتماءات مناطقية ضيقة تفتقل للمشروعية القانونية وتستند إلى السلاح لتغطية عجزها عن احتواء الطيف السياسي في المناطق التي تدعي تمثيلها بشكل حصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر